هل تجدون أن هاتفكم الذكي أصبح بطيئاً بعد استخدامه لمدة سنة أو سنتين؟ لكن هل تعلمون أن الإلكترونيات بداخل الهاتف الذكي مثل المعالج والرام لا تصبح بطيئة بمرور الوقت؟ هذه الرقائق إما تعمل أو لا تعمل لا تصبح بطيئة بسبب العمر مرحباً بكم في فيديو آخر اليوم سأشرح ما الذي يجعل الهواتف الذكية تبدو وكأنها تعمل ببطء وسأتحدث عن الحلول الممكنة لجعلها تعمل بسرعة من جديد من أكبر الأسباب التي تجعل الهواتف الذكية تبدو أنها تعمل ببطء بعد استخدامها لسنة أو سنتين وخاصة هواتف الأندرويد هو التطوير المستمر للهواتف الذكية نعم قد يبدو هذا غريباً لكنني سأشرح كيف عندما يتم إصدار هواتف ذكية جديدة مزودة بعتاد أسرع وميزات جديدة يبدأ المطورون في التركيز عليها أكثر فيقومون بتحديث تطيقاتهم مع وضع هذا العتاد الجديد في الاعتبار لجعلها تعمل بشكل أسرع بميزات جديدة بالطبع يمكنهم الاستمرار في دعم الهواتف القديمة ولكن بعد عام أو عامين يصبح هذا بأكثر صعوبة بسبب التغييرات التي تحدث في النظام التشغيل مع تطوره المستمر لذلك في النهاية الدعم للهواتف القديمة يتوقف وكنتيجة تصبح تطبيقات متطلبة للغاية بالنسبة للهواتف القديمة ذات عتاد أبطأ إنه مثل ألعاب الحاسوب إذا حاولتم تشغيل أحدث لعبة على حاسوب قديم فستجدون أن الحاسوب يعمل بأقصى سرعة لكن اللعبة ستكون بطيئة ولكن إذا أخذتم هذا الحاسوب نفسه وشغلتم لعبة قديمة سيشتغل كأنه حاسوب جديد لذلك في هذه الحالة إذا كنتم تريدون الهاتف الذكي القديم أن يستمر في العمل بسرعة فإن الهل الوحيد هو تجنب تحديث التطبيقات إلا إذا كان ذلك ضروريا وإذا تم تحديثها سابقا فهناك مواقع حيث يمكنكم العثور على إصطارات أقدم للتطبيقات ولكن يجب دائما تحديث تطبيقات المصرفية وتطبيقات المراسلة لأسباب أمنية سبب آخر يجعل الهواتف الذكية تبدو أنها تعمل ببطء مع مرور الوقت هو تراكم التطبيقات الخلفية العديد من التطبيقات تحاول بقاء نشطة في الخلفية حتى لو لم تكن قيدة لاستخدام لجامع بعض المعلومات حول المستخدمين ولإرسال الإشعارات وإلى آخره عندما تكون هناك العديد من التطبيقات التي تعمل في الخلفية يستجيب الهاتف ببطء لأنه مشغول بالفعل بجميع الأنشطة الخلفية ونعم هذا مرتبط بالرام ولكن لإبقاء هذا الفيديو بسيط لن أخوض في التفاصيل فقط إعلاموا أن سرعة الرام لا تتغير بمرور الوقت وأن تراكم التطبيقات في الخلفية يجعل الهاتف يظهر كأنه يعمل ببطء وأيضا التطبيقات الخلفية تستخدم المزيد من البطارية والحل هنا هو تعطيل أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعودوا تستخدموها وإعادة تشغيل الهاتف من وقف لآخر بالنسبة للمستخدمين المتقدمين يمكنكم إيقاف خدمات التي لا تحتاجونها من خيارات المطور والسبب الأخير يرجع إلى إدراكنا بمعنى أننا نصبح أقل صبراً مع مرور الوقت منذ سنوات عديدة كنا ننتظر بسعادة بعدة ساعات لتنزيل لعبة أو فيلم لكن اليوم حتى بضع ثوان من علامة التحميل تغضبنا إذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً اضغطوا على لايك واشتركوا للمزيد من الفيديوهات وإذا كان عندكم أي سؤال أو أي شيء لنضافة دعوا تعليق شكراً على دعمكم وشكراً على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر